بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صفة الوضوء الآن إذا كان نام بالليل واستيقظ لصلاة الفجر لا يستطيع إدخال اليدين في الإناء حرام عليه يدخل اليدين في الإناء لا يجوز المعرفة لا يستطيع إصدق الممكن لصلاة اليدين不合ون في الإناء بسم الله يستطيع إصدقاء ثلاث مرات قبل إدخالهم في الإناء إذن البعوة يقوم بمقصد لله وخصوص يقوم بأمي بالإناء لذلك اللذي يسمطي أذنب لصلاة اليدين في الإناء مقهوم إذا إذا استيقظ من نوم الليل لصلاة الفجر مثلا ماذا يصنع حرام عليه أدخل إدافي لأنه لابد يسمي بسم الله يأخذ ويقصر كبين ثلاث مرات نعم نعم أولا ينوي بقلبي أولا ينوي بقلبي يقول بسم الله ثم الآن لا يسرف في الماء يعني ما قليل استعمل في الوضوح نعم يقصر كبين ثلاث مرات أو مرة أو مرتين نعم نعم يأخذ حفن من ماء بيدي اليوم نعم يتمضمض يدخل الماء في فيه ويسحب الماء بي من خرائه نعم ثم يجعل الماء يدور في فيه ويخرج الماء ويسحب الماء بي من خرائه ثم يجعل الماء بي من خرائه ثم يجعل الماء بي من خرائه ثم يجعل الشعر المعتاد إلى أسفل الدقن هذا الطول ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عربة نعم نعم يقصر الوجه نعم 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 ثم يقصر اليد اليمنى من أطراف الأصابع حتى يستوعب المنفقين نعم يقصر الوجه مع المرفقين ثم الياد الثانية أيضا مع المرفقين ثم المسح للرأس يمسح الرأس يبدأ بمقدمة الرأس ثم يعود مرة أخرى ثم يدخل سباحتين في الصماخين وذنين ويمسح بالإفهام ظاهرهما والظاهر الإفهام لخارج الأذر مرة واحدة فقط الرأس مرة واحدة فقط ثم يدخل سباحتين في الصماخين ثم يدخل سباحتين في الصماخين ثم يدخل سباحتين في الصماخين شكرا خير ثم بعد هذا يأتي بالدعاء الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم الآن أنت توضعت وضوء كامل ثم لبست الجوربين نعم ثم يدخل سباحتين في الصماخين نعم ثم يدخل سباحت على جو ربي اه نعم 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 سؤالااااااااااااااااا لاحظة إلى اللقاء فيقوامole